وحول الحرب في أوكرانيا أعلن الجيش الأوكراني بعد فرض سيطرتها الكامل على بلدة ليمانا الاستراتيجية بمقاطعة دونياتسك أعلن أنه بدأت تقدم لاستعادة السيطرة على ما تعرف بمدن المثلث وهي سيفيرو دونياتسك وليسيتشانسك وروبيجيني أهم مدن مقاطعة لوغانسك وقد أكد متحدث باسم الانفصاليين في لوغانسك أن القوات الأوكرانية اجتازت بالفعل الحدود الإدارية لمقاطعة لوغانسك في محور ليسيتشانسك يتزمن هذا مع تصديق مجلس الدومة الروسي على اتفاقيات ضم المقاطعات الأوكرانية الأربع التي شهدت استفتاءات أيدت وفق الرواية الروسية خيار الانضمام لروسيا وكان الرئيس الأوكراني فولدن ميرزرانسك قد أعلن أمس الأحد أن قوات بلاده سيطرت بالكامل على بلدة ليمانا الاستراتيجية مشيرا إلى أن مزيدا من الأعلام الأوكرانية سترفرف في الدنباس في غضون أسبوع وقال الجيش الأوكراني يواصل تقدمه والعلم الأوكراني يرفرفه الآن في ليمان بمنطقة دونياسك والقتال لا يزال مستمرا هناك وقال إن مزيدا من الأعلام سترفرف في دونياسك ولا وجود لأي أثر للاستفتاء الوهمي على حد تعبيره